خط أحمر وقيدتنا خط الإمامة هي أصل الديانة من قام ليله لا يفتر ومن صام نهاره لا يفتر ومن عبد الله حق عبادته ثم اعتقد بأن الخليفة الصدق والإمام الحق بعد النبي الكريم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق ثم عثمان الحيي والحبيب علي من اعتقد ذلك فهو عند الشيعة كافر بل وماكر غادر فهل نحن معاشر أهل السنة عند الشيعة كفار هل الإمامة هي أصل الديانة وهل التصديق بها على طريقتهم نجاة أم خيانة هذا بإذن الله تعالى محور حديثنا في هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر فأهلا وسهلا بكم أبو الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر أبو الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة والتي هي بعنوان الإمامة بين أهل السنة والشيعة نرحب بكم ونرحب ضيفنا الكريم سماحة الوالد الأستاذ الدكتور علي السلوس مرحبا بكم يا ولدنا الكريم مرحبا نحياك الله وبرك فيك الله يحفظكم يا ولدنا وبرك جهودكم الله يبرك فيكم كما نرحب بضيوفنا في الستوديو السلام عليكم وبرك فيه فضلت الوالد الله يبرك فيكم وإحفظكم مسألة الإمامة مسألة مهمة جدا عند كل من السنة والشيعة فنأخذ تعريف سريع للإمامة عند أهل السنة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال واجهه وعز سلطانه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتاد بهديه واتبع سنته اليوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام والأبناء العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة الخلافة هذه تختلف عن الإمامة عند الشيع فالخلافة أي أن من يتولاها فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من يخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام مهد لإمامة أبي بكر الصديقة لأن الخلافة عند أهل السنة وأمرهم شورى بينهم نعم فلس هناك نص على أن هذا تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أي وقت من الأوقات نعرف الأصل في الخلافة عند المسلمين هو الشورى دكتور الشورى نعم نعم ممتاز لكن رسول السلام رأى أن أبا بكر الصديق هو أولى الناس بهذا الحفظ الديني بعده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فمهد بعيدة أمور في مرضه صلى الله عليه وسلم أمر بأن أبا بكر لأم المسلمين رجع في هذا كثيرا أم 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 عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف بكاء يعني صوته قد لا يصل إلى المأمومين قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وصر عليه الصلاة والسلام علا أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس ولذلك وجدنا بعد ذلك من يقول هنا رضيه صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا أفلا رضاه لدنيانا نعم تس هذا النحية النحية الأخرى من العام التاسع عام الوفود وكان في الحج هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يبقى في المدينة لملاقات الوفود والحجيس معهم الحجاج ده ود له من أمير نعم فأمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الحجيس يعني ركنين أساسيين نعم في الصلاة والحج الآن نعم أمر أخر نزلت سورة التوبة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي لإبلاغيها لأبي بكر نعم سيدنا أبا بكر عندما رأى سيدنا علي قال له أمير أم أمور يعني الرسول أرسلك أميرا حتى أترك الإمارة لك نعم أم أمور قال بل ما أمور يعني إذن سيدنا علي صلى خلف أبي بكر نعم وحج مع أبي بكر رضي الله عنه الجميع رضي الله تعالى عنه جميعا امرأة جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك تعني الموت إن جئت فلم أجدك فقال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر نعم فأتي أبا بكر ثم الحديث الأخرى اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أبي بكر وعمر ولذلك لا خلاف على أن أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبا بكر ثم عمر لا خلاف عند أهل السنة عند أهل السنة نعم نعم الخلاف كيف جاء الخلاف إذن عند غير أهل السنة نعم عبد الله بن سبأ يهودي أظهر إسلام وأبطن كفره فقال هنا بأن الرسول عليه السلام بعد وفاته الوصي بعده هو عليه ففكرة الوصي بعد النبي أول من قال بها من يهود ابن سبأ في الإسلام في الإسلام نعم أما قبل ذلك في اليهود معروف عن ذلك نعم هنا أول من ناذى بها وهذا ثابت في كتب عدد كبير من كتب عند الشيعة أنفسهم نعم يعني قد يقال هذا من تعصب أهل السنة ورواة غير صحيحة لأهل السنة يعني إذن عبد الله بن سبأ شخصية حققية وليست شخصية خيالية كما يدعي البعض لا يعني هو الكتب التي ذكرتها في موسوعة معدسة العشرية نعم عدد كبير جدا من كتب الشيعة ما هو ما شاء الله الكتب كأنه يعني بحر لا ساحل لها من المعلومات الطبيبة بارك الله فيك وفيكم بارك فهنا عدد كبير يعني جئت بكتب عند أهل السنة لكن أكثرت من الحديث عن كتب الشيعة أنفسهم نعم وجدنا بعد ذلك لما رأوا أن هنا فكرة عبد الله بن سبأ فكرة يعني تحتاج إلى أن يحاربوها وجدنا من يكتب كتابا يذكر أن عبد الله بن سبأ هذا شخصية وهمية طيب شخصية وهمية إذن كتبهم تكذب نعم لأن هذا ليس في كتب أهل السنة تقعون بين ضلالتين نعم يعني كما يقولون كنت كذوبا فكن ذكورا انظر هنا كتب نعم هذا كبير من الكتب نعم كتب الشيعة نعم فإذن هنا فكرة الوصف بعد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هذه فكرة سبئية وذلك ممكن أن نقول بأن الشيعة منهم علويون ومنهم سبئيون نأخذ فرق سريع بينهم علويون شيعة علي بن أبي طالب الذين كانوا معه بعد وفاة سيدنا عثمان أو مقتل أو استشهاد سيدنا عثمان هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع سيدنا علي هؤلاء شيعة شيعة علي رضي الله تعالى عنه نحن أيضا شيعة علي نحن نحن جميعا أهل السنة جميعا شيعة علي نعم شيعة علي لا أحد منهم على الإطلاق يفضل علي على أبي بكر وعمر ممتاز يعني منشأ الشيعة كان في البداية هكذا نعم الصحابة من الشيعة لم ينجد واحدا فردا يقول بأن سيدنا علي هو أفضل من سيدنا أبي بكر وعمر وسيدنا عثمان هما كان كلمة شيعة يعني ناصر له أو معين له نعم شيعة عثمان أتباعه ناصر ونعم نعم ولكن وجرناهم اختلفوا بالنسبة لسيدنا عثمان نعم منهم نقدم سيدنا عثمان ومنقدم سيدنا علي نعم الأمر هنا لم يقف عند ترتيب الخلافة هكذا من الواقع العمائي وإنما الفكرة التي جاءها جاء بها عبد الله من سباقة الوصي بعد النبي وأن لابد أن يكون هناك وصي والأرض إذا خلت من إمام ساخت فلابد من وجود إمام معصوم معصوم منذ الولادة يعني أنه يولد معصوما هذه فكرة لا يقول بها أحد يعني أحد يقول بأن الطفل المولود معصوم ومعنى معصوم يعني علينا أن نتبعه أنه لا يخطئ أبدا ولا يمكن أن يخطئ فهذه الفكرة استمرت بأن الإمام معصوم علي بن أبي طالب بعده الحسن بعده الحسين الباقي من أبناء الحسين طيب كيف ستسير هذه السلسلة على الرغم أنه لم يعني يأم في الأثنى عشر إلا أثنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن في سلطة الأشهر أليس كذلك دكتور؟ نعم ولكن نريد أن نبين هنا كأن هذه الفكرة لا يمكن أن تكون صحيحة لماذا؟ لأن هنا إذا قال الإمام لابد أن يكون معصوما وطبعا جاء الإمام بصفات كثيرة يمكن أن نشر إلى بعضها يعني منها على سبيل المثال أن الإمام هو في بطن أمه يكون له نور بحيث يورى الدنيا كلها ويتكلم وأمور كثيرة في بطن أمه نعم نعم وسألت معصوم منذ البداية يعني الرسل ليسوا معصومين منذ الولادة الإمام عندهم أفضل من الأنبياء والرسل نعم يعني يقول هورا الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص واللطف العام فوق اللطف الخاص يعني إذن الله عز وجل عندما يلطب بعبادي فهذا الإمام هو النبوة النبوة لطف خاص فيمكن أن لا يكون في نبي إنما لابد أن يكون في إمام يعني ما يذكرونه طيب كيف تستمر كيف يتشرب المسلمون في العهد الأول هذا الأمر يعني لما عبد الله بن سابق قال هذا الأمر كان له معاونون يعني كيف غرس هذه الفكرة السيئة في نفوس القوم أنا ذاك ليس في نفس القوم جميعا إنما هناك مجموعة أخذت برأيه وعندما سألوا محمد بن حنفية من أفضل الناس بعد رسول الله السلام قال أبو بكر ثم عمر فقال هنا وعلي قال علي الخليفة الرابع فرفضوا قوله وإذنك سموا رافضة من هذا الوقت سمت الإثنى عشرية بالرافضة أول ما سمت من هذا لأنهم رفضوا إمام أبي بكر وعمر ورفضوا قوله محمد بن حنفية نعم هو ابن سيدنا علي نعم استمروا يقولون هنا بالإمامة فلان ثم فلان فاضطروا إلى أن يجعلوا هذا الإمام شخص في السادسة من عمري لأن لا يوجد أحد إلا هذا الشخص هو الأخير في السبع من عمري لا الأخير هذا يعني لوضع خاص لوضع خاص حدث بالنسبة سلسلة الإمامة إلى أن وصلوا إلى من الحال العشر هو الحسن عسكري نعم مات الحسن عسكري ولم يكن له عقب واترك وزعت نعم زوجته وأخيه لا قالوا هنا هناك ولد محمد المهدي ولد في سنة مائتين نعم وستة وخمسين والحسن عسكري مات سنة مائة يعني معناها ولد قبل وفاة أبيه بأربع سنوات نعم طيب خلونا هذا هو الإمام المعصوم الثاني عشر طيب وماذا بعد الثاني عشر السلسلة عشر رابع عشر أين السلسلة تسير استحدثوا بأولاة الفقوين مثلا نعم استحدثوا فكرة ولاة الفقوين مثلا لأي إنسان له عقل نعم قالوا ماذا قالوا إمام الثاني عشر هذا سيبقى إلى يوم الدين يعني لا يوجد بشر يبقى من إلى يوم القيامة وإلا لكان هذا للرسول عليه السلام نعم محصرون هم في أمور كثيرة دائما الذي يكذب نعم في كلامهما يبطل نعم طيب كيف سيأكل كيف سيشرب كيف سيقضي حاجته قالوا هنا هو يحج كل عام يرانا ولا نراه طيب هذا يسعون طبيعة البشر هم هذا إبليس وجرون نعم هم إنهم يراكم وقبيلهم حيث لا طروا لهم إنما بشر يرانا ولا نراه هذا غير موجود فقالوا بهذا لأنه هذا هو الإمام المعصوم وهو إمام أهل الأرض يعني يجب على كل الناس أن يتبعوا هذا الإمام نحن عفوا دكتور إن لم نؤمن به الآن وهو في سردابه مختبئ أكثر من 1300 عام فنحن كفار عندهم دكتور إنكاروا إمام من الأئمة الاثنى عشر كإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نعم وينكر نبوة محمد كفر صلى الله عليه وسلم لا شك لا شك بعبارة أخرى دكتور هل نحن أهل السنة وإخواننا في الستوديو من خلال بحثك الرائع الذي كتبته في هذا الكتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع وخلال كتب الكثيرة التي كتبتها في هذا الأمر بوضوح تم هل إيران لالاثنى عشرية وحزب الله تكفر أهل السنة أم لا يا دكتور إيران وحزب الله والشيعة في العراق نعم وفي لبنان وجزء في الشرقية من السعودية وفي البحرين نعم كل هؤلاء من الشيعة الاثنى عشرية نعم لأن عندنا الشيعة الآن الشيعة إسماعيلية وهذه معروفة وهي ليست ذات دعوة يعني هي موجودة ولا تحاول نشر هذا المذهب دكتور نأخذ فاصل قصير ونرجع إلى فضيلة حيث صلى الله شهدنا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله فتقوا معنا أصحاب الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر أصحاب الهادين براس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر عودنا إليكم مشاهدين الكرام بعض الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن كون إيران أو الشيعة الإثنى عشرية تكفرون أم لا؟ عرضنا سؤالنا على فضيلة والدنا أستاذ الدكتور علي السلوس هل يكفرون أنا ساعة الدكتور أم لا؟ النسبة للشيعة المعاصرة غير الشيعة النعشية يعني نطرش اسماعيلية زيدية هؤلاء لا يدعون إلى عقيدتهم ولذلك أثرهم عددهم قليل ولا لأن كثير من الناس يتوقع يقول لا أنتم تتكلموا على ناس يعني قليلين لما الإثنى عشرية الإثنى عشرية الآن في دول يعني إيران فيها عدد من أهل السنة وبالمناسبة في طهران مليونان من أهل السنة وليس هناك مسجد واحد لهم أمر غريب نعم ليس هناك مسجد سنة في إيران في طهران في طهران في طهران العاصمة العاصمة وفيها مليونان من أهل السنة فإيران سياسته قادتها عقيدتها أفكارها كلها الإثنى عشرية العراق العراق كلهم من الإثنى عشرية ولذلك رأينا كيف أنهم يستحلون دماء أهل السنة لأن هؤلاء الإثنى عشرية يرون أن غيرهم كافر حتى من الفرق الشعية حتى من الزايدية مثلا أو الإسماعيلية حتى من مصيرية المصيرية قائبة منهم أولا في مصالح سياسية بينهما المصيرية قريبة المصيريون أو العلويون قريبون منهم عفوا دكتور نسبة الإثنى عشرية بالنسبة للشياعة كم في المية تقريبا تقريبا الشياعة الإثنى عشرية بالنسبة البقفرق الشياعة هم الجمهور الكبير مثلا خمسة وثمين في المية ممكن وممكن تسح في المية نعم نعم لأنهم الأصل لأن بعض يحتاج علينا وكل ده الكلام الذي تقولون فئة أخرى غير هؤلاء يعني أنا ننظر هنا بالنسبة لإيران كل شاعة في إيران أي شياعة الإثنى عشرية العراق الشيعة الإثنى عشرية لبنان ومنهم حزب الله حزب الله نعم القطيف من أحساء من أحساء البحرين الشيعة الإثنى عشرية فالآن إذا قلنا شيعة شيعة العصر فهم من الإثنى عشرية الذين يقولون بالواصل بعد النبي وأن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم ممن تولى الخلافة بعد ذلك اغتصبوا حق عليه هم عندهم مسلمون أم كفار ولذلك كفروا يعني أبا بكر عند إيران وعند حسن نصر الله كفر ليس كفرا فقط نعم يعني كلمة كفر هذا أبا بكر هو أفضلنا فما بلو نحن يعني كفر هذه تطلق عليك هذا واحد نعم وإنما كافر ومن بايعه فهو كافر أو من رضي بإمامته ومن رضي بإمامته فهو كافر وذلك قلونها من الصحابة بعد رسول الله سلام ارتدوا إلا أربعة أو خمسة الباقي كلهم كفار نعم دكتور فإذا هنا التكفير تكفير مع فضيلة القائم ولذلك نجد لأنه يريدنا أن يسندوا أقوالهم نعم على سبيل المثال كتاب من أقدم الكتب عندهم وهو كتاب تفسير القمي القمي هذا شيخ الكليني والكليني صاحب كتاب الكافي والكتاب الرئيس الأول في الحديث عندهم يعني زي صاحب البخاري عندنا مثل صاحب البخاري عندنا نعم ولذلك عبد الحسين شرف الدين في كتابه يقول بأن هذا الكتاب مقدس متواتر يعني يرى أن كل ما فيه متواتر نعم دكتور في ثانية لو الأخ المخرج الأستاذ أحمد يأخذ معنا يعني الآن دكتور لو يعني مصدق لكلام فضيلاتك قال المجلسي الأخبار أدال على كفر أبي بكر وعمر وإضرابهما وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى وفيما أوردناه كفاية لمن أراد هدايات الله هداياته للصرف المستقيم بحار الأنوار تلاتين تلتمائة تسعة تسعين ما لك صورت؟ نعم وعنده باب كامل عنوانه باب كفر السلاثة ونفاقهم وبيان فضائح أعمالهم ثلاثة درق هؤلاء هم أبو بكر وعمر وعثمان ولذلك من عقيداتهم من قبل يوم القيامة سيدنا علي وأتباق وعاد من هؤلاء هم سيرجعون وأبو بكر وعمر وعثمان ومن اقتصب الخلافة سيرجعون حتى ينتقم منهم وهذه عقيدة ثابتة ولذلك يقولون هنا ليس مننا من لم يقل برجعتنا ولم يستحل متعتنا يعني حتى المسألة الفرعية التي هي زواج المتعة جعلوها في العقيدة نعم ليس مننا من لم يقل برجعتنا ولم يستحل متعتنا والحقيقة أن المتعة هذه الرجعة يقصدون الإمام الإمام الثاني عشر وسيدنا علي أيضا سيعود الانتقام ممن اقتصب الخلافة حتى قالوا أن المهدي أو الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة وهذا أرسل نقمة أليس كذلك؟ كيف نقبل بإمام يعني يكون نقمة وينتقم يعني الانتقام من ممن اقتصب الخلافة في ظنهم نعم نعم يا ربي ماذا يعني نعم دكتور معه يعني نريد بسرعة يعني ندوم أشرنا إلى المتعة وشير بكلمة قليلة لأن التفريق بين المتعة والزنا لا أحد يستطيع أن يفرق بينهما نعم كماذا؟ المتعة لا يشترط فيها شهود ليس في شهود ولمتعة لا يشترط أن تكون غير متزوجة يعني قال هنا وجدت مرأة في الصحراء فأردت أن أستمتع بها فسألتها ألك زوج؟ فقال الإمام وليما سألتها؟ يعني لعله مبتدع أن سألها يعني وليما سألتها؟ مسترط الحال كما يقول لنا أي شخص يستطيع أن يأتي بأي مرأة بدولار يزن بها ويكون هذا زواج متعة ولذلك دولار أو أقل أو أكثر نعم حسب الاتفاق حسب الاتفاق حتى لو نسي أن يكون متعة يعني فلا يضير عليه هو نيته يعني نعم نعم وإذاك نجد الطلاب في السكة الجميع هناك يأخذون بنات معهم ويدخلون السكة الجميع أمام الجميع ولا يستنكر هذا أنا دكتور أنا حفظتك تعلم الكتاب رائع جدا أنا يعني يصعب علي جدا أن أنا يعني أقاطع حفظتك ولكن نأخذ بعض مداخلات بعض أخواننا المشاركين وهي حفظتك أنا يعني حتى بلغت هذا الكلام كثيرا في حلقات عقدات وخط أحمر أن هذا البرنامج إن شاء الله سيستمر بعد رمضان ويكون موسع هذا كل هذا رؤوس أكلام فقط إن شاء الله سيستمر فيما بعد بإذن الله عندك سؤال يا أستاذنا تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السؤال هل يستدل عبد الله بن سبع على صحة منهجه أو مذهبي بآيات من القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا عبد الله بن سبع لا يكترث بهذا إنما أتبعه نعم يستدلون يستدلون بماذا يعني فكرك هذه من أين أتونا بالأدلة تفسير قمي كما أشارت هنا وهو شيخ الكوليني وأخبار كثيرة منه في كتاب الكوليني هذا يركز على الحجة كتاب الحجة الحجة يعني الإمام نعم فيأتي بأخبار تبين أنه هو الوصف بعد النبي بالطبع أخبار كذب لا شك في هذا فإذا هنا عندما استدلالهم بيكون بأن القرآن حرف وحذف اسمه علي يقولون الآن أن القرآن محرف وحذف منه اسم سيدنا علي والأم والقرآن الصحيح أين هو عند الإمام الثاني عشر عندما يظهر سيأتي بهذا القرآن معه أحيانا يلبس على بعض إخوان أنهم الآن عندهم قرآن لو الذي عندنا ويقرؤون منه الآن إيه يعني دكتور لماذا هو يقول أنه محرف ويقرؤون منه لأنهم ينتظرون الإمام الثاني عشر ليأتي بالقرآن الصحيح ولن يأتي يعني إذا كان من سنة 256 الآن لا يزال حيا وسيظل لهم القيامة أي سيضر مئات القرون هل هم حرجوا يا دكتور بعدما قالوا أنه يعني كان في خافة من بني العباس أو الدولة العباسية واختبأ الآن لهم دولة كاملة يعني يعني لو كانت العبرة أو السبب أنه مختبئ لخوف فالآن عندهم دول الآن وعندهم نصرة وعندهم قوة لماذا ما زال فلما حرجوا استحدثوا فكرة ولاية الفاقه يا دكتور مثلا يعني هنا قالوا لأن الإمام لأنه لم يظهر حتى الآن ويدعونه دائما دعون له دائما يقول عجل الله فرجه نعم في كل مكان نعم في كل مكان فقالوا ولكن في غيابه للفكرة التي جاء بها الخميني أول من قال بها الخميني نعم بأن الفاقه يقوم بدور الإمام يعلم بولاية الفقه معصوم مثله مدام سيأتي بتشريع واجب لاتباع لابد أن يكون معصوما يعني كانه وكيل أو نائب عنه فيفعل نعم والإمام الثاني عشر يسدد ويصوب يعني لا يخف أنه يخطي لا إذا أخطأ لما الثاني عشر موجود ويمكن أن يصوب لهما أخطأ نعم ففكرة الإمام حتى تمتد إلى يوم القيامة غير ممكن فجاء بهذه الفكرة البلهاء بأن هنا هذا سيظل إليه القيامة نعم وهو يرانا ولا نراه ثم هو يلهم أو يوحي إلى إلى الفقهاء بما يريد كلهم يلتقون به تقريبا حتى يقولون ذكر أحد مشايخهم مسألة الميزانية السنوية والله عز وجل في لالة القدر يعطيه ميزانية للعالم كلهم هو هو الإمام العالم يعني إمام الدنيا بأسريها وليس إمام من الشيع فقط هذا الأمر غريب أولك كيف يعني هؤلاء يعني هذا أغرب من أنه شخص يعيش اليوم القيامة ما هو يرانا ولا نراه لو عمره أربع سنوات يعني أربع سنوات ويقولون أربع أربعة أيام في الأول ويقول يوم بسنة تقريبا كما يقولون أربع سنوات نعم لأنه ولدت من 256 والحسنة العسكري وجد سنة 300 ولا أثر عنه أنا هنا كنت أتناقش مع بعض مشايخنا من ألطف ندخل الصورة على أخواننا مع أحد مشايخنا في هذا الأمر فقلت له يعني هل هم الآن الذين يقومون على هذا الأمر طبعا أنا أوجه كلمة للعقلاء الشيعة إلى الآن يقفون على استرداد ويدعون كما فضلتك تفضلت وكل عجل الله فرجه فقلت إلى الآن هل المصالح الشخصية فقط هي التي تدعوم إلى هذا الأمر أن في أمور أخرى فقال الشيخ إحسن إلهي ظهير رحمه الله ذهب إلى هناك وسأل أحد الواقفين على الباب قال له هل أنت تريد خروجه فعلا قال قال لو خرج سأقتله أنا لأنه يريد أو يقول أول شيء يعمل أنه هو قطع رزقي نعم يعني يزرقون من هذا نعم أنه موجود مختفي وكذا نعم ولكن يقولون هو يحج كل عام نعم ورانا ولا نرى هذه الفكرة العجيبة فأعطي الفقيه الولاية مكان الإمام مكان الإمام بالنسبة أشرنا للمتعة لأن الكلام في المتعة نعم نخصص لها حلقة بإذن الله إن شاء الله لأنهم يعني هم يدعون ليعخذتهم ويستعنون بأمرين نعم ما فضلتك المال الخمسة ذات مليارات نعم أي أحد قبل أن يحج لابد أن يحصر تركتها ثم يعطي خمسها للفقيه يقضي عشرين في الماء من الناس يعني ما يكون فخراء مثلنا من أراد أن يكون أغنيا مليارات بالأسف يعني يتشيع ويكون شيخا ويأخذ عشرين في الماء من من كل ما يملك نعم وإلا لا تقبل حجته المتعة هذه هذا أثر هذه يعني أثار فكه يترتب على مسألة القول بالإثنين العشرين دكتور ليس يترتب على هذا المشكلة يعني أحد علمائهم وصل إلى أعلى درجة آية الله العظمى وآية الله العظمى لا تعطى إلا إلا كذا شخص في العالم لأنه متى وصل إلى هذا المرتبة لا يجد محكمته لا يجد حبسه هذا هذا دكتور بالإمامة الاثني عشرية دكتور هل هناك أثر أخرى تترتب على القول بالإمامة فقلتك ذكرت مثلا المتعة هل في أمور أخرى تترتب على هذا الأمر في الفكهة طبعا الإمامة لها أثر فيه القرآن الكريم من حيث الثبوت أو عدم الثبوت والدلالة نعم الحديث الشريف من وضع أحاديث للإمامة والأحاديث التي تروى عند أهل السنة التحريف في المعنى ثم في أصول الفقه التعارض والترجيح على سبيل المثال التعارض والترجيح إذا تعارض خبران أحدهما يمين لأهل السنة أو مثل قول أهل السنة مع أنه خبران عند الشيعة والآخر ينكر هذا أخذنا بما يعرض ما عليه السنة لم يقل هنا ما خالف العامة كان من علامة الإيمان يعني عامة المسلمين كل ما خالف العامة فهو من علامة الإيمان أي حاجة نعمل يعملوا عكسي يبقى صح الأول يعني على طول يعني نعمل أي شيء أي شيء عكسه وصحي نعم والذيك يقول له أرأيسا إن كان هذا يتفق مع هو أهل السنة وذلك يعرضه أخذنا بالمعارض طيب إذا كان لا يتفق ولا يعارض قال أخذنا بما يعرض أهل السنة أو العامة يعني القائد العامة عندهم أن عامة المسلمين هؤلاء العامة كل ما خالفهم كان من علامة الإيمان ومعنى ذلك أن موافقهم كان من علامة الكفر نعم نقول هنا بالنسبة لبعض الشيعة لأن كما تفضلت من خاطر عامة الشيعة نريد أن نخاطر عامة الشيعة في الإمام البرقعي هذا الإمام وصل إلى درجة آية الله العظمى وهذه أكبر درجة ولا تعطى في العالم إلا لعدد قليل لأكد يزيع الخمسة ألف كتاباً اسمه كسر الصنم نعم بحث بالنسبة للشيعة والسنة فرأى أن هذه الفرقة سببها علماء الشيعة هذا أثبت هذا الكلام في كسر الصنمم وهو شيعي نعم نعم وكان يأخذ الخمس نعم آية الله العظمى أكبر درجة علمية هؤلاء لأنهم منتفعون وكذلك كتاب الكافي نعم هو الأصل الأصل الأول عندهم يعني الكتاب الأول هو أهم من كتاب البخاري عندنا نعم نعم فقد بأن هذا الكتاب هو سبب رئيسي في التفرقة الفرقة بين المسلمين دعاة دعاة التقريب يا دكتور عندما يقولون نحن نكرب بين السنة والشيعة ونحاول أن نجمع بينهما هل تنصح بما تنصحهم يا دكتور أنصحهم أن يقرؤوا ما عند الشيعة أولاً حتى يعرفوا أن التقريب عند الشيعة يعني تشيعة أهل السنة فقط فقط ليس نكواشاً ولذلك دار التقريب في القاهرة ليس لها بحث واحد يدعو الشيعة إلى أن يكونوا مع أهل السنة ولكن كل ما صدر عنها يدعو أهل السنة ليكونوا مع الشيعة وهذا تقريب موجودة في القاهرة فلذلك يقول نقرب بين الشيعة والسنة لا يعرفون ما عند الشيعة ولو عرفوا ولو عرفوا يحاولوا يعني تقريباً فئة قليلة كتب محرفة أم باب السياسة الشرعية أبنطالبهم دكتور بإصدار بيان أو كتاب يقول أن القرآن جير معرف وأن الصحابة الكرامة جير كفار يعني يكون أمورهم مطهع على المستوى الرسمي ليس كذلك على الأقل هو في الحديث معهم ممكن أن يذكر لك الصحابة يقول رضي الله عنهم باب التقية دكتور تقصد نعم نعم ماذا نفعل إذا كنت واذكر كل ما تريد ويعطيك كتاباً يهدم كل ما عندش أهل السنة على المستوى الرسمية هذا الكلام ممكن؟ نعم ولا على المستوى الفردية؟ على كل مستوى جميع المستوى كيف يكونوا على المستوى الرسمية وعندهم كما ذكرت كتاب الكافي لو هو الأصل هل سيخطؤون الكافي يا دكتور؟ يعني إذا كان الكافي يكفر الصحابة ويرفع الأمم كما ذكرت فضيلتك فمعنى الآن هم بين ضلالتين إما أن يكذبوا كذباً واضحاً أو أن يبطلوا كتابهم الأصلي لو هو الكافي لا يكذبون تقية 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 ويأخذون أجراً لأن التقية من ديني ودين آبائي نعم يا دكتور ينسون هذا لأحد دائمتها أزلنا نأخذ بعض المقاطع يا دكتور فضلتك تعلق عليها؟ تفضل كما كنا يا رؤوس أقلام هذا الرجل يقول عن راهضي اسمها دكتور هذا الشخص عند الإمام عليه هو الأول والآخر فعل ولا الإمام عليه هو الأول والآخر الإمام عليه هو الأول والآخر يسوى الله يسوى الله يسوى الله من أعدائه لا تفضل أرأي فضلتك تقول أن الإمام عليه رضي الله عنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن هم يعطونا للإمام صفات من صفات الله سبحانه وتعالى يعني على سبيل المثال نعم دكتور يقولون بأن الإمام لا يغيب عنه شيء فهو يعلم ما في السماء وما تحت الأرض لا يغيب عنه شيء يعرف كل شيء وهو معصوم ولذلك لا يخطئ فإذا كان هو يعلم كل شيء فهذا من صفات الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى صوت أشهر ولد الحسين سلام الله يعلم الحسين بقية ستة أشهر في بطن أمه وهاي من معجزات الإمام الحسين ستة أشهر وإذا رأى تسمع تسمع صوت الحسين وذكرت لكم مريم نزل منها عيسى نزل من بطن أمه يتحدث والحسين في بطن أمه يتحدث هاي دكتور يقول أن الحسين رضي الله تعالى عنه يتحدث في بطن أمه يتحدث لأنه يرى العالم كله فإذا كان يرى ما فوق السحاب ما فوق السماء وما تحت الصارة المسألة الرؤية فقط يرى ويتكلم نعم يا دكتور وإذا كان معصوم حتى وفط أمه إذن إذن يمكن أن يشرع نعم وغا كذا لهم أكوال يخطؤون فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يعني يدعون العصمة لأئمتهم ويخطؤون نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام هم لا يصرحون بتخطأ رصوة السلام والله أحدهم صرح هنا أخطأ خطأا كبيرا يا رسول الله لو أو سيطا موجود الملف علىنا إن شاء الله نعم نعم أحيانا يعني يعني إذا اتصر بالإمامة ويرون أنه لم يوصي بالإمام نصية واضحة نعم يا دكتور بحيث تقطع الخلاف فإذا يقولوا هذا أخطأ نعم ولا يستطعون أن يقولوا بأنه كفر رسولة السلام صلى الله عليه وآله نعم نعم يا دكتور لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني هو فوق النبوة الإمام عندهم فوق النبوة هل يقولون بعضهم من أسماء الله عز وجل الحسنى هي الأيام يا دكتور ممكن هذا نعم بعضهم يقول هذا نعم ما سلب هذا الضلال يا دكتور يعني هذا الضلال المبين الذي لا يقبله عقل وأنا والله يعني ناصح وهذا البرنامج معالي الدكتور أصلا لنصح عوام الشيعة لأننا نقشى عليه ونقول لهم نحن على الحق يقينا لا شك في ذلك ونتمنى لكم الخير نتمنى أن تقولون على الحق الذي عندنا لماذا لا تفكروا في هذا الكلام لماذا تشربون مع يعني الرضاعة هذا الفكر المسموم أن هناك رجل معصوم وهو فوق وهو فوق من يقول بهذا الكلام في الدنيا دكتور لا تتعلم أنهم يصدون الغير المسلمين عن سبيل الله بهذه الأفكار وتعلم فضلتك أن النصارى ما يتجرؤون على ديننا إلا بأقوالهم ويقولون عندكم كيت وكيت وأكثر كتب ردود النصارى من كتب الشيعة نعم في التفسير القومي هذا المستشرقون يتمدوا عليه في التفسير مع أنه يهدي مقارن كريم نعم يهدي متماما نصا ومعنا هو التفسير الأصلي عندهم وهذا تفسير يقول هذا كل ما فيه متواتر صحيح لأنه كان في عصر الأئمة نعم في بعض الأسئلة قد نتعرض لها دكتور يعني لو نأخذ سؤال من جمهورنا الكريم فضل السلام عليكم ودكتور السلام عليكم وبركاته هل فعلا الشيعة يقرؤون القرآن ويحزفون بعض الآيات منه هل هذا صحيح هذا السؤال الأول والسؤال الثاني هل لو دخلت الشيعة إيران أو حزب الله مع إسرائيل في حرب مع اليهود هل بالواجب علينا أن نوف معهم حتى ولو بالدعاء وشكرا شكرا سؤالين مسألة تحريف القرآن والثاني المسألة السياسية دكتور نعم تحريف القرآن واضح يقول حتى حذفوا آل محمد وأبقوا آل عمران نعم وحذفوا كذا وأبقوا كذا فالقرآن محرف نعم واضح أنه في كتبهم كتاب هذا كتاب تسر القمي يرون أن كل ما فيه صحيح وجدنا منهم على سبيل المثال الخوي المنخوي دافع دفاعا مجيدا عن القول بعدم تحريف القرآن الكريم وأن القرآن هو الذي بين أيدينا الخوي دكتور حذفوا آل عمران وأبقوا آل محمد أم حذفوا آل محمد وأبقوا آل عمران نعم نعم يقولون أن أهل السنة فعلوا هذا الأمر نعم حتى يعني إلى نعم فهو أبو الخاسم الخوي يقول هذا بأن القرآن الكريم هو ما بين أيدينا ولا يوجد غير هذا وأن كل ما فيه هو القرآن الذي نزل عند الله عز وجل كتاب عفند النور البراهين يقول روى أصحابنا ومشايخنا في كتب الأصول من الحديث وغيرها أخبارا كثيرة بلغت حد التواتر في أن القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة صفحة 526 أنا أقول أن كتاب تحريف القرآن للمجلسي يذكر ألفين من الأدلة نعم على أن القرآن الكريم محرف لكن هنا أنا أريد أن أقول شيء بس لمنهجهم أبو القاسم الخوي قال هذا وفي كتابي التبيان في تفسير القرآن دفع بدفاع مجيلا عن أن القرآن لم يحرف من التحريف إلى سؤال الأخ السريع وقت الحلقة بيديهمنا بارك الله فيكم لو حزب الله أو إيران حرابت اليهود وهي لن تحرب اليهود عفونا دكتور انت عديت على فضلتك ماذا تقول هل ندعو لهم ونرفع الأعلام أعلام حسن وصلى كما كان يفعل بعض أخواننا ونقول أنه يعني مجاهد أو كذا ماذا تنصح وأنت فضلتك بارك الله فيك يعني لك البحث كبير في هذا الباب ماذا تقول بالنسبة لحزب الله وإسرائيل لو جرى بينهما حرب فإنا نقف مع حزب الله مع ما فيه من هذه البلاية لأنه إذا استطاع أن يطهر فلسطين من اليهود فهذا شيء عظيم نعم ممتاز نعم فنقف معهم من أجل هذا ليس حزب الله لو أن دولة مشركة حرابت إسرائيل نقف معها يعني تقصد دكتور وهي مشركة لو كان هناك ظالم أراد أن يأخذ حق المظلوم أي أن كان هذا نعم أي أن كان نعم يعني ليست نصرة للشيعة ليست نصرة للشيعة لحزب الله ولا لحزب الله ولكن أي أحد سواء مثلا كل كفار أو مشركون أو كفار نعم حرابوا إسرائيل وهذه الحرب تحرر فلسطين من اليهود نقف مع هؤلاء مشركين بارك الله فيك لو كلمة في نصف دكوكة بارك الله فيك لعموم الشيعة وعموم السنة ماذا تقول في مسألة الإمامة دكتور أقول لعموم الشيعة انظروا بعقولكم وإلى الأخبار المتعارضة وإلى ما وصل إليه عقلاءكم مثل آية الله العظمى البرقعي فوصل إلى أن السبب في عدم توحد المسلمين هو كتب كتبهم وبالذات كتاب الكافي بارك الله فيك اسمه الصنم ولذات قال كسر الصنم أو تحطيم الصنم أي كتاب الكافي بارك الله فيكم معالي الدكتور نشكر مشاهدينا في الستوديو كما نشكر معالي أستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول رئيس مجمع فقاء الشريعة بأمريكا وكما نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وإن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منهجنا قرآن يزحر باللؤل يزهو العنبر والسنة مصباح الدنيا ترجمة نانسي قنقر